الصحافة الجزائرية تهاجم بشدة المنتخب والمدرب حليل وزيتش بعد النتائج المخيبة الأمال في الكوب دافريك التصنب أحد المشاجعين ونشوفوا شنوه تعليقه حول هذا الموضوع وانتو ثري وفي فلالجيري وكل ما نسمع حاي شوك لحمي وانتو ثري وفي فلالجيري وكل ما نسمع حاي شوك لحمي يا أخويا واش من الصحافة هذه يا أخويا اللي تتكلم عليها راني نحكي عالصحافة المكتوبة في مجال الرياضة وخاصة المتواجدة في جنوب أفريقيا اي 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 قولي الصحافة المنكوبة يا أخويا هاد منين تميل الريح يميلوا معها لروافيف لروائمار وهاد من البرح كانوا يزمروا ويطبلوا لحليل وزيتش واليوم هازين السيوف مليه هاو احنا أخويا ديمة وان تو تري وفي فلالجيري ومع الخضراء خاسرة ومعها ولا ربحة ويعني الخاض راح بيبتي غير ديري حالة والباقي عليا وخاض راح بيبتي غير ديري حالة والباقي عليا وتدخل الصحافيين في قضايا المنتخب متأثرش على الفريق وعالتاقم الكل يا أخويا أنا أولف لهم هادم ديروها مع كرمالي ربي يجيب له شفاء وديروها مع ماجر وعودوها مع الجنرال سعدان ولد نرمال عندنا أخويا حسن والربحة إن شاء الله وعيش تشوف عيش تسمع وديما وان تو تري وفي فلالجيري نجموشي نعرفوا شنو السبب هذا اللي خلى الصحافيين يأملوا حملة شيرسة على الفريق يا أخويا أنا أقول لك الحكاية وما فيها هادم يحوس على الليكس يرقدوا يأكلوا مع الفريق الوطني ويدوا تري قوات لحبابهم وزيد ما وكلش خالص على الدولة ماذا بهم يقعدوا اللفاها أخويا والله يظهر لي كان يرجعوا الصحافيين ويبدلوهم مشجعي الحراش ولا ليزانديا ولا شنوة كانوا نجموا يطلعوا المورال